السلام عليكم أطفالي أدتوا إليكم من جديد كما العادة كل أسبوع نتعرف على صوت أو حرف جديد فهذا الأسبوع كما سبق وقلت لكم في الحصة الماضية بأننا تعرفنا على صوت غ أو حرف الغين وذلك انطلاقا من المشهد الذي عرضته عليكم فاستخرجنا الجملة الأساسية التالية التي تقول حرف المين مع ألف نقرأ الكلمة بتهجي الحروف هذا صوت أو حرف الغين هنا جاء حرف الغين أعزاء الصغار مع ألف فنقرأه غابة الغابة في فاصلي فاصلي رابيعي هنا جاء صوت غ أو حرف الغين هنا جاء مع سكون فنقرأه غ أغصان أغصان مورقة مورقة وهذا حرف الطاء لم نقرأه بعد لكن هذا الحرف هو حرف الطاء وحرف الطاء مع دم ط طيور هنا حرف الغين هنا حرف الغين حرف الغين مع فتحة تغرد نعيد كراءة الجملة ما أروع ما أروع غا غا أغصان 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 أغ 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 الآن نقرأ حرف الغين مع الحركات الطويلة والحركات القصيرة والتنوين الآن سنمر إلى قراءة البطاقات نتبهوا معي أعزائي الصغار هذا حرف الغين حرف الغين مع فتحة غ هنا حرف الزاي حرف الزاي مع ألف ز هنا حرف اللام حرف اللام مع ضمة لغ ومع ضمتان لن فنقرأها غزال أين جاء هنا حرف الغين أحباء الصغار جاء حرف الغين في أول الكلمة فحرف الغين في أول الكلمة يكون على هذا الشكل الآن نمر إلى البطاقة الثانية فنقرأ هنا حرف الغين مع ألف فنقوله أين جاء هنا حرف الغين أعزائي الصغار جاء حرف الغين في وسط الكلمة لذلك فحرف الغين في وسط الكلمة على يكتب على هذا الشكل الآن نمر إلى البطاقة الموالية سا هنا حرف الصاد حرف الصاد مع فتحة سا هنا حرف الباء مع ألف حرف الباء مع ألف با ومع شدة نضغط على حرف الباء فنقوله با سبا غن هنا حرف الغين مع ضمتان حرف الغين مع ضمتان غن لذلك فحرف الغين يكتب هنا في آخر الكلمة فالشكل الأول لحرف الغين في آخر الكلمة فهو هكذا الآن نمر إلى البطاقة الأخيرة نابغن هنا جاء حرف النون مع ألف فحرف النون مع ألف نا حرف الباء مع كسرة ب وهنا حرف الغين جاء في آخر الكلمة فحرف الغين مع ضم غ ومع ضمتان غن نابغن ما معنى كلمة نابغن أعزائي الصغار نابغن فهو الشخص الدكي نابغن جاء حرف الغين هنا في آخر الكلمة لذلك فحرف الغين الشكل الثاني يكسب هكذا نابغن فلديه خط أفقي في الجانب الأيمن لأن بجانبه حرف الباء وهنا ليس به خط أفقي لأن على جانبه مد الذي هو الألف لذلك نعيد حرف الغين في أول الكلمة حرف الغين في وسط الكلمة وحرف الغين بشكله المختلفين هنا في آخر الكلمة الشكل الأول وهنا في آخر الكلمة الشكل الثاني الآن نمر أعزائي الصغار إلى التمارين الموازية لحرف الغين نذكر جميعا يلعيدوا معي غزال غزال ببغاء صباغ الآن نمر إلى التمارين الموالي لدينا بطاقات وهذه البطاقات بداخلها كلمات وهذه الكلمات مقسمة إلى حرف ماذا يقول السؤال؟ أسمع صوت الغين فأضع علامة هكذا تحته وحاولوا أن أقرأ هذه الكلمات وحينما أسمع صوت حرف الغين أضع علامة أسفل الحرف أو أسفل صوت الغ سبق وأنجزنا تمارين تشبه هذا التمارين الآن نمر إلى التمارين الموالي انظروا معي فهناك ثلاث صور وأمام هذه الصور هناك كلمات وهذه الكلمات بها نقط فهذه النقط ينقصها حرف الغين أقرأ السؤال أولا أضع أضع علامة دائرة تحت الحرف الذي ينقص الكلمة كما سبق وقلت هناك كلمات ثلاث كلمات وهذه الكلمات ينقصها حرف الغين أين جاءت النقط هنا؟ جاءت النقط في أول الكلمة أين هو حرف الغين في أول الكلمة؟ هل هو هذا؟ أم هذا؟ أم هذا؟ الآن الكلمة الثانية قلنا هذه صورة بلغة با ل تن هنا جاءت النقط في أحسنتم في وسط الكلمة أين هو حرف الغين في وسط الكلمة؟ هل هو هذا؟ هل سأضع علامة هنا؟ أم علامة هنا؟ أم علامة هنا؟ ضعوا الجواب الصحيح الآن إلى الصورة الأخيرة هنا لدينا صورة سباغ ينقصنا حرف الغين الذي هو غن جاءت النقط هنا في آخر الكلمة أين هو حرف الغين في آخر الكلمة؟ هل هو الشكل الأول؟ هل سأضع علامة هنا؟ هل هو الشكل الثاني؟ هل سأضع علامة هنا؟ أم هو الشكل الأخير؟ سأضع علامة هنا بالتوفيق أعزائي الصغار وإلى اللقاء